اتهم البيت الأبيض روسيا بأنها تمهد الطريقة لضم أراضي أوكرانية وتنصب مسؤولين غير شرعيين ليكونوا وكلاء لها في المناطق التي تسيطر عليها مع سعيها لفرض سيطرتها الكاملة على أجزاء حققت فيها مكاسبها في الشرق وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كاربي أن موسكو تضع نصباء عينها خرسون وجميع أراضي لوجانس وأن عملاءها في هذه المناطق سينظمون استفتاءات سورية لانضمامها لروسيا كان كاربي قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستعلن في الأيام القليلة المقبلة عن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا وقدمت الولايات المتحدة ثمانية مليارات دولار مساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية منها ملياران ومئتان مليون دولار الشهر الماضي